موسيقى فقط لإخواننا وأشقائنا في العراق نعيد التوضيح بأن الجماهير الجزائية لم تقصد أبدا الإساءة إليكم كأشقاء وكإخوان عراقيين ولا إلى دولتكم كدولة شقيقة ودولة صديقة الجمهور الجزائري لما كان فريق القوة الجوية العراقية منهزما كان يريد الجمهور الجزائري الرفع من معنوياته للعودة في المباراة برفع شعار صدام حسين الجمهور الجزائري كان يعتقد بأن التغني بإسم الرئيس الراحل صدام حسين سيرفع وسيفرح الجماهير وسيفرح الحاضرين من العراقيين الجمهور الجزائري عندما يهتف الله أكبر وإسم ثاني هذا يعني بأنه فرح بهذا الإسم الثاني وأنه يدعمه وأنه يشجعه الجزائر والعراق لا يمكن وغير معقول أن تفسد بينهما أو تفسد العلاقة الأخوية بينهما مباراة في كرة القدم أو هتفات من طرف جماهير لم يحسن فهمها نعتقد بأن الإخوة والأشقاء في العراق فقد أساءوا فهم هذه التصريحات نتمنى أن تكون هذه التوضيحات ونتمنى أن تكون تصريحات الجماهير وأصوات الجماهير الجزائرية قد فهمت بشكل صحيح بعد هذه التوضيحات بعد توضيحات الجماهير بعد توضيحات الإعلاميين هنا في الجزائر الجزائر قدمت مثل ما يقول الكثيرون دعما للعراق من أجل رفع حظر النشاط الرياضي في العراق وبالتالي لا يوجد أي مشكلة أبدا يكفينا ما يحدث عندنا نحن العرب من مشاكل تكفينا مشاكلنا الإقليمية وتكفينا مشاكلنا السياسية ويكفينا واقعنا حتى لا نضيف مشاكل أخرى نحن في غنان عنها